في رسالة وجه سموه إلى العالم بمناسبة يوم الموئل العالمي أكد صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 20-30 التي أقرتها الأمم المتحدة من خلال رؤية شاملة تساهم في تسارع الخطى لتحويل خطط وبرامج التنمية في جميع الدول وخصوصا الدول الأكثر احتياجا إلى واقع ملموس تشعر بثماره الشعوب في حياة معيشية أكثر تطورا واستقرارا وتوفر لها مقاومات التقدم في ظل عالم مليء بالتحدياد وشدد سموه على أن التركيز على قضايا التنمية بمختلف أشكالها ضرورة حتمية وأمر يجب أن يكون له الأولوية القصوى في منظومة العمل الجماعي الدولي باعتباره الطريق الأمثل لبناء عالم مستقر وتحقيق المنافع المشتركة للجميع وأكد سموه أهمي تأخذ الدروس والعبر من فداحة الخسائر والمعاناة التي أوجدتها النزاعات والصرعات التي عاشها العالم والتوجه بعزم أكبر نحو التعاون في مجالات التنمية المستدامة حتى يعمل خير والسلام كل شعوب العالم وأشار سموه إلى أن مملكة البحران بقيادة جلالة للملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد حفظه الله ورعاه نجحت في توطيض علاقاتها مع مختلف دول العالم وبناء روابط صداقة وتعاون عززت من العمل المشترك في مختلف جوانب التنمية المستدامة وأن رسالة البحرين إلى العالم تقوم على مبادئ التعاون والشراكة من أجل مستقبل أفضل للبشرية وأكد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية الموئل الذي يصادف يوم الاثنين المقبل ويقام هذا العام تحت شعار إدارة النفايات الصلبة أن ما حققته مملكة البحرين من خطوات رائدة في مجال تحقيق أهداف تنمية المستدامة 2030 ومن قبلها الأهداف الإنمائية للألفية يشكل قصص نجاح تعكس ما يتميز به أبناء البحرين من إرادة وتصميم على بلوغ قمة الإنجاز مهما كانت التحديات وقال سموه أن أركان البناء التنموي في مملكة البحرين ترتكز على دعائم حديثة ومتطورة تجعل من التنمية نمط حياة يتشارك في صناعته الجميع مشيرا سموه إلى أن أهداف التنمية المستدامة تحتل أولوية متقدمة كركن أساسي ضمن برنامج عمل الحكومة في المملكة ويتم ترجمتها إلى صورة لمشروعات تطويرية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والحفاظ على البيئة وغيرها وأضف سموه أننا عازمون على البناء على ما حققته للمملكة من منجزات لتعزيز مستويات الرفاع وضمان أفضل سبل العيش الكريم للمجتمع مدركين في الوقت ذاته مسؤولياتنا كشريك فاعل في خدمة الأهداف النبيلة التي يسعى إليها المجتمع الدولي دعما لجهود التنمية في المجتمعات الأقل نموا وعرب سموه عن تقديره للجهود التي يبدلها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل والتي أسهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بقضايا التنمية وترسيخ أسس الشراكة لمواجهة التحديات التموية والنهوض بواقع المجتمعات نحو الأفضل ونوه سموه إلى أن الأهداف الخاصة بقضايا البيئة تحتل مكانة خاصة ضمن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين تجسيدا للحفاظ على جودة الحياة واستدامتها مؤكدا سموه أن قضية البيئة وقضايا البيئة تعد من القضايا الملحة التي تطلب تعاونا دوليا وإجراءات جماعية تكفل اتخاذ تدابير احترازية لحماية البشرية وأشر سموه إلى أن هناك ترابطا كبيرا بين التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وأن مملكة البحرين إيمانا منها بذلك أقرت حزمة من القوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي توفر الآليات اللازمة للحفاظ على البيئة وحماية المناخ والحد من التلوث وصيانات التنوع البيئي والبيولوجي والتوسع في الطاقات المتجددة وغيرها وذلك وفق رؤية مستدامة وأكد سموه أن البحرين في إطار إيمانها بأهمية التعاون الدولي في مجال حماية البيئة صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال في ظل إدراكها العميق لأهمية البعد البيئي باعتباره مدخلا محوريا في تطور الحضاري والعمراني وأوضح سموه أن مملكة البحرين تعمل على ترسيخ مفهوم إدارة النفايات واستكشاف الأسليب الحديثة لإعادة تدوير النفايات بطريقة صديقة للبيئة وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال وبطرق آمنة والاستفادة منها كقيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشهد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء في ختام رسالته بالرسالة الإنسانية التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل في مساندة جهود الدول والمجتمعات في مجال التنمية الحضرية وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالشكل الذي يدعم جهود المجتمع الدولي على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في توفير مقاومات الأمن والسلام الدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر